طيب منتخبنا الوطني مطش بركينة فاسوي يوم الخامس اللي جاي مطش صعب جدا والناس اللي بتتخيل ان مطشات التصفيات سهلة نتيجة ان الفرق اللي معانا اسماء مش كبيرة لا مطشات صعبة عايزة تحضير جيد الاهل بطل دوري ابطال الزمالك بطل كونفدرالية فاعتقد جهاز المنتخب ما عندوش اي حجة ممكن يبني عليها ان الامور بالنسبة له صعبة تا عندك دلوقتي ناديين هما الافضل او هما الافضل في المسابقات الافريقية على مستوى الاندية وعندك محترفين هما الافضل على المستوى العالمي في الفترة الاخيرة مصطفى محمد في الدور الفرنسي محمد صلاح في الدور الانجليزي في البريمير ليج عندك محمود حسن تريزيجي حدث ولا حرج احد العناصر المهمة للأسف عمر مرموش مش موجود بسبب الاصابة والعملاء اللي اجراها في ايده في الايام الاخيرة ولكن انا شايف ان جاز المنتخب عنده مجموعة عناصر جيدة يقدر يبني عليها شكل جيد في التصفيات الفترة الاخيرة كان في حضور مهم جدا لأعضاء اتحاد الكرة يمكن شايفين في الصورة طبعا مجلس دارة الاتحاد بلئاسة الأستاذ جمال علام وكان حتى وزيري الشباب والرياضة دكتور أشرب صبحي كنزار تدريب المنتخب وشايفين طبعا اللاعبة بتتمرن في استاد القاهرة على مدار الايام الماضي فكرة بقى يبدأ من مين؟ منع مرابعة يبدأوا؟ الشناوة هولا يكون قارب لحرصة المرمى؟ هل ممكن يكون فيه دافع بحمد فتوح بعد شفاءه من الاصابة؟ كل التفاصيل دي اكيد هنعرفها من خلال زمننا الناقد الرياضي والكاتب الصحفي على أستاذ محمد زاهر الكاتب الصحفي بالشروق أستاذ محمد مسائل خير مسائل نوريا محمد برحب بيك وكل مشاهدي بخامة النادي الآن عايز اتطمن منك بما انك قريب الصلة من معسكر المنتخب ومتابع جيد لتدريبات المنتخب وجهاز المنتخب آخر الأخبار آخر التفاصيل كيف يستعد حسام حسن لمواجهة بوركينافاسو التشكيلة الأساسية هل في استقرار عليها؟ في ظل ان خلاص بقي 48 ساعة لاخد المواجهة يوم الخميس تمام طبعا عايز اقولك ان منذ اندمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب وفي حالة من التفاؤل والأمل غير طبعية بين اللعبة ومن الجهاز الفني وحالة من السعادة حتى بين علا وشوش الوجوه ووجوه اللعبين في الصور اللي احنا شتناها كلنا على السوشيال ميديا ومحمد طلاح وكابتن حسام وكابتن إبراهيم حتم في استعادلات بتجرع على قدم الوثاق خلاص المنتخب يعني انبارح كان حاضل المرام قوي جدا انبارح النهاردة في تراي ماتش هيستقر بنسبة كبيرة بنسبة كبيرة كابتن حسام على بعض القوام التشكيل الأساسي وان كان حسن بعض منه ويتبقى البعض الآخر بكرة ان شاء الله التمرين الرئيسي للمنتخب اللي يحكم فيه بنسبة 2% كابتن حسام التشكيل اللي هيخد به مباراة بـ 2% من شاء الله عايز اقول لك بالنسبة لمركز حراس المرمى طبعا مفيش خلاف على ان الاربع حراس كبار في الدوري ومفيش خلاف عليهم ولكن بنسبة 2% اللي يتمدعب على محمد الشيناو طبعا عشان خبراته الافريقية الكثير مع المنتخب للحوطرات اللي فاتت وخاصة ان هو بقى جاهز بنسبة 100% بعد العودة من الاسابة ده لا يقلل ابدا على الاسلاف من جاهزية بقية الفرات او استعدادهم لاخد المباراة وممكن نشوف فيه ما بعد فرات اخرين ياخدوا مباراة الفرات بخصوص مركز الجناح الايطر اللي عليه مشاكل بقاله فترة انا عايز اقول لك ان احمد فتوح جاهز بنسبة 100% او 200% ان شاء الله للمتش خاضن بارح مران قوي جدا عادي خالص مفيش اي مشاكل بدون اي تحسوبات لأي حدا كان مران طبيعي جدا بالنسبة له وان كان للجهاز الفني حسابات اخرى او وزيهة نظر اخرى ده هيتحدد يوم تشكيل المباراة ولكن احمد فتوح جاهز بنسبة 200% ان شاء الله ان هو يخد المباراة ومعاس كلاتي طبعا ربيع وعبد المنم ومحمد هاني ده بالنسبة لخص الدفاع قبل ما نكمل باقي المراكز او باقي التشكيل المتوقع من خلال متابعتك الدقيقة للتدريبات كان فيه رزق ممكن ياخده جهاز المنتخب لو لا قدر الله فتوح ما كانش جاهز لان محمد حمدي موقوف اول مباراة قادمة في تصفيات كاس العالم لانه اضطرت في اخر مباراة امام الكنغو في كاس الامم فهل جهاز المنتخب كان عنده رزق في هذه الجزئية لو فتوح مش جاهز وحمد موقوف كان مين ممكن يشغل المركز ذا طبعا خليني اقولك ان يعني منذ اعلام او اعلام الجهاز الفني باصابة فتوح طبعا كان فيه حالة من الزعل الشديد جدا والارتباج داخل الجهاز الفني وطبعا على الفور بدأوا يبكروا في البدائل البدائل اللي كانت متاحة من داخل الفرقة نستهى او القايمة المختارة كان هدافه اتنين وكان قريدي بدأ يشغل عليهم اللي هو احمد رمضان بيكهام وكوكا لعب النادي الاهلي ان هو يشغل هذا المنصب وان كان هناك كان تفكير اخر من كابتن حسام لاستدعاء محمد حمدي لعب الاندي ولكن بعد جهازات احمد فتوح اعطفت خلاص تم الاستقرار على المركز ومش هيتم استدعاء اي حب اخر من خارج القايمة موقف محمد حمدي طبعا هو اللعب موقوف طبعا ده اللي الناس تعرفه ولكن هو فيه غموط حول ايقاف محمد حمدي وديه اشكالية اخرى يعني ممكن بنتكلم عليها في وقت تاني ليه غموط ليه زاهر لان يعني عايز اقولك ان الجهاز الفمي للمنتخب الوطني طلب من اتحاد الكورة اكثر من موقف من فترات تركة الاستعلام عن موقف النهائي لمحمد حمدي هل هو يبع يشارك في المباراة او ما يشاركش خاصة ان هو تم ترضو في اخر مباراة المنتخب في كاس امم الافرقية امام الكونغو زي ما انت قلت وعدم علم مش عايز اقول عدم علم الجهاز الفني وارد جدا ان اي اجازة في النية يكون ما عندهاش بعض العلم بتركة في اللوايح يعني هل هو لقيحة التصفيات المؤهدة لكاس العالم منفصلة عن اللقيحة بتاعة كاس الامم الافرقية خاصة ان دي تحت مظلة الفيفا وده تحت مظلة الكاس هو ده كان الاشكالية او الخلاف اللي كان الانتحاد الجهاز الفني عايز بس يتأكد من الموقف النهائي ولكن الجهاز الفني عايز اقولك هو مش هياخد الرزق الخالج ولا هيلاقب محمد حمدي بدون خطاب او جواب رسمي بيؤكد ان اذا كان اللقب ده هيلعب او مش هيلعب هو مش هيجاز بحاجة كده لا بس انا بأكد لك انا بأكد لك ازاير محمد حمد موقوف مباراة وفيه خطاب رسمي وصل لاتحاد الكورة من الاتحاد الدولي وقيمة الاقافات الخاصة من اللاعبين اللي بعد كاس الامم الاتحاد الافريقي بعاتها كمان لاتحاد الكورة فانا بأكد لك له هو موقوف بنسبة 100% يعني جاز المنتقل ما يكونش عنده انا متفق معاك وانا كان عمدي معلومة زي اللي انت قلتها بالضبط ولكن الغريب ان هو استحاد الفورة لم يرد على الجهاز الفني خالص اطلاقا بتحديد الموقع النايل اللي قد بس مش اقدر لكن القصة كلها ان كابتن حسام حسن خلص هو مسلم بالامر الواقع مش ياخد رسك وجاهزيت فاتروح يعني قعدت طب منتهم التفاؤل والامل تاني للجهاز الفني ان شاء الله ومحمد حندي هيتقى جاهز للماتش لماتش غنيا بيتاوب اذن الله نكمل بقى المراكز نص الملعب والهجوم سريعا نص الملعب بنسبة كبيرة هيبقى امام عصور ومروان عطية على الجناح الشمال في زي جي وفراس الحربة طبعا مستوى محمد الحيرة دلوقتي اللي يفكر فيها الجهاز الفني هو مركز محمد صلاح هل يبدأ بمحمد صلاح جناح يمين في مركزه الطبيعي وفي زي الحالة يلعب بنصر ماهر في مركز صانع الهلعب او التفكير الاخر اللي بيفكر فيه حسن حسن وده ممكن يبقى اقرب شوية ان هو يبدأ بمحمد صلاح في مركز صانع الهلعب ويلعب بحمد سيد سيزو في مركز الجناح الايمن ليه بيفكر كده لان هو الدوري الانجليز طبعا زي ما انت عارف خلطان بقاله فترة ومحمد صلاح بقاله فترة ما بيلعرش المباريات حتى وان كان بياخد تدريبات استشفائية او في الجم معا منه النفس يعني لكن الاحتكاج بتاع المباريات المركز جناح الايمن وانت عارف ان هو بيتطلب سرعات عالية جدا وده ما يوميز صلاح هو كسب حسان عنده بعض التخوفات من ان صلاح يتعرض لأي طابع او اي شدة بس صلاح هيبدأ عن المباريات لكن طلاح هيبدأ اي شدة بنفس مية ان شاء الله بإذن الله الزميل العزيزة محمد زاهر النقد الرياضي بالشروق بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات واعتقد كانت اطلالة مهمة جدا ودخلنا في تفاصيل مهمة جدا في تشكيل منتخبنا وابتعدنا كده نعيش جمهورنا في اجواء منتخب مصر احنا مهم جدا الساعات اللي جاي نركز كتير مع منتخبنا مطشين مهمين جدا في تصفيات كاس العالم حلم المنتخب بالتأهل لكاس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية حلم مهم جدا وكلنا اكيد في ظهر منتخبنا عشان نشوف انجازات من جديد بتتحقق على مستوى الدولي للكرة المصرية مع منتخب وطني اكيد في مرحلة جديدة مع جهاز فن جديد عنده طموحات كبيرة زي طموحات الكابتن حسام حسن في اول مرة يتولى فيها تدريب المنتخب منذ اعتزاله الدولي قبل حوالي ما يقرب من 16-17 سنة